اشتركوا في القناة ريب بارع في مساعدة الاخرين لكنه غير كفء في مساعدة نفسه او عائلته يترك لزوجته ادارة المنزل ورعاية الاطفال والعمل في المزرعة ولكنه ليس رجلا كسولا تماما انه جيد في الصيد البري وصيد الاسماك ومستعد لفعل الاشياء للاخرين عندما يتعلق الامر بارضه يبدو انه يعاني من سوء الحظ لا يستطيع ان يجعل اي شيء ينمو وبسبب الاحباط غالبا ما يقضي بعض الوقت بعيدا عن زوجته المزعجة والمزرعة الفاشلة يحب ريب قضاء بعض الوقت مع اصدقائه وهم رجال عاطلون مثله على مقعد امام النزل يطلق عليهم فلسفة المدينة وتأملاتهم ضعيفة وخفيفة الزعيم الرئيسي لمجموعة الرجال هو مالك النزل نيكولاس فادر الذي لا يتحدث ابدا ويدخن دائما الرجال الاخرون الذين يتسكعون في النزل هم فان برومل مدير المدرسة وبروم داتشر تعتقد زوجة ريب ان هؤلاء الرجال لهم تأثير سيء على زوجها تتبع ريب الى النزل وتسبه وجميع الرجال الاخرين غير قادر على الهروب من زوجته في القرية يجد ريب العزاء من خلال الذهاب للصيد في الغابة يأخذ بندقيته وكلبه وولف الذي يخاف ايضا السيدة فان وينكل اثناء استكشاف جبال كاتسكل يصل ريب وكلبه الى قمته يرتاح ريب مستلقيا على ربوة عشبية ويراقب الاراضي من حوله مع حلول الظلام يبدأ ريب على مضض السير للعودة الى المنزل ثم يسمع رجلا ينادي اسمه لم يتمكن ريب من العثور على مصدر الصوت في البداية لكنه يبصر اخيرا رجلا غريبا يتسلق الجبل يرتدي الرجل ملابس هولندية قديمة ويحمل برميلا كبيرا من الجعة على ظهره ريب بطبيعته الطيبة يذهب لمساعدة الرجل الذي لا يقول كلمة واحدة يقوده الرجل بجانب مجرى نهر غريب الى جوف كهف مغلق حيث يتجمع العديد من الرجال الاخرين جميعهم يرتدون ملابس قديمة جدا من الطراز الهولندي ورجل واحد يبدو انه القائد يرتدي قبعة عالية متوجة ومزينة بالريش جميع الرجال يلعبون لعبة صاخبة الصوت على الرغم من انهم اجتمعوا للاعب اللعبة فان الرجال جميعا يظلون صامتين ومهيبين للغاية يشير اليه الرجل الذي قاده الى الكهف ليبدأ تقديم الجعة لهم بعد ان يخدم ريب جميع الرجال يبدأ ريب في الشعور بخوف اقل يقرر ان يجرب الجعة بنفسه فيجدها لذيذة ينتهي ريب بشرب الكثير وسرعان ما يغط في نوم طويل يستيقظ ريب على نفس الربوة العشبية التي استراح عليها سابقا لكن اشياء كثيرة تغيرت لحيته اصبحت طويلة وبندقيته صدئة ومكسورة بينما اختفى كلبه يعتقد ريب في البداية ان الرجال سرقوا بندقيته وكلبه لا يعتقد ان البندقية القديمة الصدئة يمكن ان تكون ملكه عندما لا يجد ريب الكهف حيث كان الرجال يقرر العودة الى المدينة خائفا مما ستفعله زوجته وتقوله يصل ريب الى قريته ليجد انها مختلفة تماما عما كانت عليه عندما غادر تم تغيير القرية عن طريق التجارة والوافدين الجدد تغير المناخ السياسي ايضا وبدى الناس اعلى صوتا واكثر غضبا وحيوية يجد ريب انه لا يتعرف على اي شخص في القرية يذهب الى منزله القديم ليجده مهجورا دون اي اثر لزوجته يرى كلبه وولف لكن وولف لا يتعرف عليه ثم يسرع ريب الى النزل حيث كان اصدقاؤه القدامى يتسكعون يجد ان النزل مختلف تماما حتى ان اللوحة القديمة للملك جورج الثالث المعلقة فوق النزل قد تم طلاؤها باسم رجل جديد يدعى جورج واشنطن كما يلاحظ ريب كيف ان الرجال الذين يتجولون في النزل الجديد مختلفون تماما فهم جدليون وبصوت عال وحيويون على عكس اصدقائه الفلاسفة الذين كانوا يجلسون ويناقشون الامور بلطف المظهر الغريب لريب يجذب انتباه القرويين يبدأ الرجال في الحانة بالتجمع حوله ويسألونه عن مواقفه السياسية يدعي ريب وهو حائر انه يخضع لحكم الملك جورج الثالث تماما كما كان الحال عندما غاضر تثور ضجة فقد رأى الرجال ريب متعاطفا مع الملك يأتي رجل يرتدي قبعة مدببة كبيرة ويهدئ الحشد ثم يبدأ في استجواب ريب وسرعان ما يشرح ريب من اين اتى يطلب الرجل من ريب تسمية اصدقائه من القرية عندما يقدم ريب اسماء مثل نيكولاس فيدر وفون برومل يقال له ان هؤلاء الرجال ماتوا اخيرا يسأل ريب الا يعرف احد هنا ريب فون وينكل ثم يشير القارويون الى ابن ريب الذي يشبهه تماما ويحمل نفس الاسم يتساءل ريب في البداية عن سلامته العقلية لكنه ينجو من الارتباك عندما تصل ابنته جوديث بمساعدة جوديث يدرك ريب ان النسخة الاصغر منه هي ابنه عندما يسأل ريب عن المكان الذي ذهبت اليه زوجته تشرح له جوديث ان السيدة فون وينكل قد وافتها المنية مما يريح ريب كثيرا يتساءل القارويون عن الاختفاء الغريب لريب ويخبرهم عن سبب رحيله لسنوات عديدة فيتصلون ببيتر فاندر دونك وهو اسن رجل في القرية واكثرهم معرفة يتعرف بيتر على ريب ويشرح اختفاءه وفقا لبيتر واجه ريب روح هنري هاتسون اول مستكشف هولندي لتلك الاراضي يوضح بيتر انه في كل عشرين عاما يقوم هنري هاتسون وطاقمه بوقفة احتجاجية في جبال كاتسكيل خلال هذه الوقفات الاحتجاجية يراقب هنري هاتسون ويمسح الارض التي تحمل اسمه يقرر القرويون تصديق قصة ريب بعد ان اكدها لهم بيتر ثم تأخذ جوديث ريب الى منزلها يواصل قضاء ايامه في الخمول تماما كما كان يفعل من قبل ولكن الان كرجل اكبر سنا متحررا من زوجته اصبحت قصته معروفة لكن القرويين الهولنديين فقط هم من يؤمنون بحقيقتها اتمنى ان يكون ملخص ريب بان وينكل قد اعجبكم والقاكم في حلقات مقبلة ان شاء الله